بعث حضر صاحب السمو أمير البلاد أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع متمنيا سموه رعاه الله لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنئته بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار كما بعث سموه الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهنيه وأطيب تمنياته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سائلا سموه المولى تعالى لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية بعث سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهريئة إلى أخيه صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ضمنها سموه تهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى عز وجل لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي ونماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة ترجمة نانسي قنقر